نهاردة كمان طبعا انطلاق طيس العالم للاندية اللي هيكون بيشارك فيه النادي الاهلي اللي بنتمنى له اكيد كل التوفيق ويمكن الظروف صعبة مع النادي الاهلي في بطولة كان اكيد بيحلم ان يكون فيها كل النجوم النادي الاهلي ولكن دائما بنقول النادي الاهلي بما انحضر وبإذن الله يكون بيقدي اداء مشرف وبيمثل مصر تمثيل مشرف النهاردة فيه الجزيرة وبريب ساعة ستة ونص ان شاء الله يكون اول مباراة وانطلاق كاس العالم للاندية وزي ما بقولة فرح يمكن الظروف صعبة شوية على النادي الاهلي ولكن ان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق بإذن الله الظروف صعبة لما هنا كمان كنا بنتكلم يا يحي على اللعيبة او على الاصابات الخاصة ببعض اللعيبة والغيابات وكاس الامم الافريقية ولكن كمان ازداد الصعوبة بعد اصابة موسيماني بالامس في فاوس كورونا ولكن بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله لكنا بنعلم مع حضراتكم مباراة ان الحالة مستقرة بالنسبة لمستفعات بيس المسيماني ولكن بنتمنى ان شاء الله انه الامور تفضل كده على ما يرام وانه الاداء ما يتأثرش للنادي الاهلي وانه يحاولوا يفصلوا على قدر الامكان ما بين كل الظروف المحيطة بيهم ودايما بنقول الاهلي بمن حضر اشتركوا في القناة